اللي بتكلم عليه محمود عملية الضغط انت شفتك في الانتور يا كريم بتقول فيه فرق كتير بتلعب ضغط عكسي فيه فرق كتير كلها عايز تطلع تاخد الكرة من فوق عشان تسأل أمور على نفسها مش بس جودة الضغط العكسي اللي بيعمله مرسي الكولر الضغط العكسي بيمر بمراحل جودة الضغط العكس بتمر بمراحل واحد ان اللعبة بتطلع تضغط على حامل الكرة او اللعيب المتوقع الكرة تروح له اثنين عملية الربط ما بين اللعيبة انه طول الوقت بيتكلموا بعض عشان يبقى الدايرة مقفولة سايكل التمرير كلها مقفولة تلاتة وضال أصحب انك تقفل كمان زوايا التمرير دي المرحلة التالتة ده بقى اللي الاهل يواصلوا ده اللي بيعملوا مرسي الكولر عارف دي مرحلة مين كنت مرة سمعت فيديو حلو قوي فيه وقت كده كان قتلتكم مدلت في أفضل أحواله عاملوا فيديو مع ديجو سيميوني خطير جدا كان بيشرح الضغط العالي دوت بشكل رائع جدا وازاي بيعملوا مع اي منافس بيلعبه معروف طبعا ديجو سيميوني من المدربين اللي بيحطوا الاوتوبيس وراء لما بيلعبوا فيها كبير سيقولك دايما اول ربع ساعة بالنسبة لي يا ربع ساعة ضغط عالي واهم حاجة فيها ان انا قفل زوايا التمرير مليون في المرحلة ده أصحب حاجة ده أصحب حاجة ان انا بتتكلم على انك لازم اواعي انت واقف فين المنافس بتاعك فين المساحة اللي انت واقف فيها قد ايه والزوايا قد ايه فالضغط ماشي بقالت صور هنتناول نفس القصة بتاعت الضغط العكسي وقفل زوايا التمرير اللي بيعملها الاهلي علشان يقدر ياخد كل الكروب بالشكل ده والكمية دي سواء بيضغط فردي او بيضغط جماعة او بيضغط بالمجموعة كلها هنا كان الضغط بدايته فردي من عند حسين الشحات وماشي على طول ماشي على طول لان انا مش رابط بس بالضغط رابط على الحلول اللي عنده مارس الكولر فحسين هنا ضغط ضغط فردي مرة واثنين لحد ما اخد الكرة رابط مع بيرسي تاوي اللي داخل انسايد راح ناحية اليمين ورحاتت الكرة لرامي ربيعة اللي كانت الكرة دي في بدايتها مكمل من كرة سابتة كرة روكنية وتواجد رامي وقرأة رامي للكرة قبل ما تتحط سرق الرجل المدافع وتوقع الغلطة وهنتكلم على رامي منفصلا في الاخر يعني فدي كانت بدايتها ضغط فردي طب تعالي بقى الروح بعدها للكرة اللي السرحة محمود وماشية عايبش ياخد فيها وقت نفس القصة ضغط من امام ضغط من بيرسي تاوي من تحتهم كمان اكرم توفيق ويه وسام ابو عالي اكرم هو اللي بيكمل الرابع معهم وقدر الاهل يسجل بهدفتين اللي بعديها على طول هتلاقي نفس الفكرة بتكلم على نفس فكرة الضغط والضغط العكسي وقفل زوايا التمرين لكن الاهم من عملية الضغط هل الاهل يكمل طول طول المباراة وقفهم هل الاهل يكمل طول المباراة على قصة الضغط العكسي مستحيل كنوا عبعد من فرج على ماتش النهاردة يا كريم وقلتلك مستحيل الاهل يكمل كده علشان نقص الاكسوجين علشان المعدل البدني علشان بداية موسم علشان حاجات كتير جدا فمرس الكولر قالك بمنطقة البساطة تيجي نلعب تحولات يلا نلعب تحولات نلعب ضغط عكسي هكسب برضو نلعب تحولات هروح باربع خمس انفرادات وهسجل بالتحولات طب نلعب واختراقات وانت واقف لي ورا في الخط الخلفي وبتري اشتغل بصات كتير واعمل واروح برضو بانفرادات هروح فاجراب الحاوي ما بيخلاش مع مارس الكولر واحدة اتنين تلاتة كل التورو هلعب واشتغل تحولات معاك هلعب والفرقة اللي قدامي راجع الورا هقدر اعمل بالمجموعة الامامية اعمل ضغط عكسي فعال وقفل كل زوايا التمرير برضو موجود ماشي ماشي بقى اللي احنا قلنا ده كله هتقدر الوقتي بتحقق بنتكلم هنا على ضغط ده كان ضغط فردي لما تيجي الاعادة بتاعت الكرة دي كمل ضغط فردي من وسام ابو علي لانه زنق اللعيب على الخط وخلى الخط منافس تاني معاه الراجل بقى مجبر يدخل انسايت خدها وسام كانش موافق في انه يسجل الكرة اللي بعدها هاد الكرة اللي بعدها على طول ده هنا بداية التحولات من الشوت الاول تحولات ابتلت عن طريق استخدام اكرم ومروان بساط سريعة جدا وبعدين انفراد لوسام بعدين انفراد تاني لوسام الشوت التاني انفراد لوسام وانفراد لطاهر عن طريق التحولات وانفراد بعديها الكهرباء ثم انفراد لكهرباء سبع انفرادات اتعاملوا بتحولات من الشوت الاول يا كريم والشوت التاني طبعا فرقة جرومهيا ابتالت تخرج من مناطقها فابتالت الامور هنا ده الجون التالب بتاع بيرسيتاو جاي من تحول عن طريق طاهر محمد طاهر ومن سما وإحنا بنتكلم كنه هتلاقي برضه تحولات تاني انفرادين لكهرباء انفراد لطاهر انفراد لوسام وكرت الهدف اللي كانت انفراد لوسام وبعدها تاو ده في الشط التاني بس سبع انفرادات واحد في الشط الاول وكتاب في الشط التاني عن طريق التحولات ماشي 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 كل ماشي الصور على عدتها وآخر حاجة خالص جيب لك فيها واحدة فيها اللي كان انفراد وان تو ما بين بيرسي تاو وحسين الشاحات ووسام ابو علي والفرقة راجع بسبع العيبة وتمع العيبة قفلين مناطقهم يقدر يعمل بنتريشن وخش برضه وسام بانفراد ويسددها بعد الجل التاني مباشرة فيه الشوت الاول فانت بتتكلم على القدرة اللي عند الاهلي انه قعد يتفرج عليها في المدرجات وكان عارف ان جمس قعد يتفرج عليه في المدرجات قعد حل المنشاط الاهلي طبع تفكر بقى والاهلا يطلع يضغط عليها عالي ولا هيقف تحت واشتغل تحولات ده عنده حسين وعنده تاو وعنده وسام وعنده امام وفي شوت التاني بيستخدم العيب زي عمر كمال عبد الواحد طبع يشتغل تحولات ولا ضغط عالي ولا بنتريشن بالفرق الكواليتي اللي موجود بينه وبمعظم فرق افريقيا فمارس الكولار بيدي رسالة مهمة جدا ضمنية من خلال المرة دي انا عندي كتير بقدمه وقت ما انا عاوز هايل هايل جامد برضا